السلام عليكم مشاهدين ما كنتم أهلا بكم برنامجكم القانوني القضية يقال ماذا يفيد المجتمع إذا ربح الأموال وخسر الإنسان ويقال أيضا لو كان الخيار لي أن أكون بائعا لاخترت أن أكون بائعا للأزهار فإن فاتني الربح لم يفوتني عطر الورود إلى المداولة أهلا بكم مجددا إلى المداولة موضوع الحلقة مشاهدين الكريم هو المضاربة وقت الأزمات تحت مجهر العدالة في المداولة تحضر معي الأستاذة جلاب بشيرة محامية لدى المحكمة العليا أهلا وسهلا متشرفين على استضافة العفو كما يحضر معي أيضا الأستاذ زهير ناصري عضو لجنة المالية بالمجلس الشعبي الوطني أهلا وسهلا بك أستاذ العفو خلينا نبقى معك أستاذ زهير وأنت عضو في اللجنة المالية هنا بمجلس الشعبي الوطني خلينا نبقى معك من حيث التعريف ربما لتعريف المضاربة لأن الإشكالي اليوم هي إشكالية التطبيق ربما بسم الله الرحمن الرحيم نشكرك سي ويريد على هذه الاستضافة نشكر سيد رئيس الجمهورية ومن خلاله الحكومة ومن خلاله في وزير العدل حفظ الأختام على إصدار هذا القانون في ظرف اقتصادي وصحي حساس جدا احنا خرجنا من مصادقة على قانون مالية وجاءنا هذا القانون الذي طلعنا عليه اليوم احنا كمشرعين شفنا هذا القانون بحكم التشريع شفنا هناك تعديلات عدنا ما يجبه تعديله ثمنا كذلك ما يجبه تثمينه لكن حبينا نقترح تكون هناك تتعلق بضع التعريفات ومصطلحات ومفاهيم لأنه اليوم هذا السلطات القضائية لما تطبق هذا القانون احنا اليوم طلبنا من سيد وزير العدل الحفظ الأختان أنه يكون هناك ضبط للمفاهيم والمصطلحات لأنه كما نرجع القانون هذا المتعلق بالمضاربة الغير مشروعة يجبه ضبط المفاهيم ضبط المصطلحات لأنه المشرم لما يقول بالنية ماذا يقصد النية يعني مع هؤلاء المضاربين لا تنفع يجبه ضبط القوانين كذلك احنا طلبنا أنه تكون هناك يعني يعني قبل ما تكون هذه الندرة لازم تكون هناك يعني آليات لإيجاد حل للأزمة حتى لا يكون هؤلاء يعني المضاربين كما سميناه نحن مع سيد وزير العدل تكون هناك فرصة لكن اليوم من خلال وضع هذا القانون المضارب هؤلاء يعني موجهة يعني ليس العام التجار هذا من الناس اللي حابين يلعبوا بقتل جزاريين خاصة الفئة الهشة تلما ترى دولة جزائرية خاصة في مجال الدعم الاجتماعي دير ميزانية حوالي 15 مليار دولار وكذلك تحافظ على السلم الاجتماعي وقوة الدولة الاجتماعية ويجيك يعني تجار من خلال هذه المضاربة غير مشروعة يتلعبوك بقتل جزاريين ويعبوك بالسلم الاجتماعي حتى من أقصر الوطن يا أستاذ نعم لأقصر لأنه هذا المشروع هو فيما يخص الأمن الغذائي عندما تعرف يعني الأزمة في العالم نتركوا لتأزمة الأمن الغذائي لما الجزائريين تكون هناك يعني حافظوا على القوة التاحم نروحوا للشيء الثاني لأنه نحن اليوم ضد هؤلاء الناس اللي يتلعبوا بقوة الجزاريين من خلال المناقشة مع السيد وزير العدل وحفظ الأختام وكان يعني واضح معنا وكنا واضح معاه أنه ما يكونش هناك إفراط يعني في تطبيق هذا القانون لأنه راح تكون هناك صدمة بين الشعب وبين التجار لأنهم هما يعني عندهم يعني قوة كبيرة للمقاومة وهذا ما رأيناه في أزمة سابقة مثل أزمة الزيت سنعود إلى نقطة بالضبط أستاذ زهير نولي لك أستاذة باشيرة وأنت كمحامية قانون المضاربة مرة على مجلس الشعبي الوطني في انتظار مروره على مجلس الأمة لو تتفضلي نفهمه وش معنى المضاربة للتاجر هذا اللي ما يعرفش ربما يقول لك أنا شيء تسلعا ونخزنها فقط نشكرك على الاستضافة الأخ واليد هذا بسم الله الرحمن الرحيم نحن كقانونيين نعرف المضاربة تبقى لنص المد واحد من القانون المضاربة على أنه هو كل تخزين أو إخفاء للسلع أو بضائع بهدف إحداث ندرة في السوق وإضطراب في التموين نعرف التجار كان بعض التجار في الآوينة الأخيرة قاموا بتخزين السلع ويرفع أسعارها مسببين فوضى داخل المجتمع الجزائري وخير مثال على ذلك جائحة كورونا قاموا ب كان بعض التجار قاموا بتخزين الأكسيجين وقاموا بتخزين لوفينوكس وبيعه في السوق السوداء وصرات قضية الزين قضية البطاطة إلى غير بالك ونحن كقانونيين هناك مواد في قانون العقوبة تطبق على كل من على كل من سولت له نفسه برفع الأسعار وهذه المواد 172-173 من قانون العقوبات وهناك مواد في القانون المضاربة والتي تشدد العقوبة على كل من رفع الأسعار وهي المواد من 13-14-15 حيث تصل مدة السجن من 3 سنوات تصل إلى حيث المؤبد مرحبا بك أستاذة خليني نوليك زهير ناصري في تطبيق قانون المضاربة ما هي الآليات التي اقترحتموها أنتم لكبح المضاربة غير الشرعية في هذا السياق أولا هذا المشروع هذا المشروع اقترح لنا باب كامل من الآليات مكافحة المضاربة هؤلاء الآليات يكونوا عند الجمعات المحلية وأعوان الرقابة يوزر تجار في هذه النقطة سيويد لازم نوضحه شيء احنا من خلال هذا المشروع المضاربة غير مشروعة يجب معالجة هذا المشكل مشكل ميداني تقني اقتصادي بعيد عن الرضع والجزر لذلك رحمنا مع سيد وزير العدل في الباب الثاني من قانون المضاربة الغير مشروع وهو دراس التوازن في السوق اولا احنا لازم اولا في هذا المشكل اولا لازم نعرفه عملية الانتاج ماذا انتجنا واين انتجنا وماذا سوقنا فيما انتج لانه لما تكون هناك فرق بين التخزين المبرر والتخزين غير مبرر هناك ثاني فرق بين عملية التخزين وعملية الاخفاء صح لانه المشرع اليوم لازم تضبط المصطلحات كما قلت لك في المرة الاولى لانه هؤلاء الاليات احنا تكلمنا مع السيد الوزير وتكلمنا كذا كان سمعنا لإطارات تعويزار التجارة انه لازم يكون معالجة ميدانية تقنية اقتصادية بعيدنا على الردع والجز لانه قلت لك هؤلاء المضاربين لديهم قوة مقاومة وشفنا يعني في كثير من الحالات لكن قلية المكافحة وضعنا استراتيجية ضمن توزن على مستوى الاسواق واستقرار الاسعاب تخصيص نقاط بيع المواد الاساسية ما يمكنش انه تكون عندنا مواد وسعة الاستهلاك ما تكونش عندها نقاط بينا بشي تكون هناك استقرار في الاسعاب ونروحوا يعني للشيء الايجابي انه ما تكونش هناك التطبيق يعني يعني بكثرة لهذا القانون ونحافظوا كذلك على المنتج لانه احنا دائما لمنتج سواء الفلاح ولا اللي يقوم بعملية الانتاج ولا اللي يبتز احنا في مجالة نشوفها عملية متكلمة ونحن نشجع الانتاج سواء الوطني هذا من اجل يعني تخيط الامن الغذائي لانه احنا الجزائر اليوم مطالبة من اكثر من وقت ماذا انه نخرج من الانتاج الوطني ونزل عملية التصدير هالشيء جميل اللي شفناه اليوم يعني في قانون ملي وفي التجارة انه اليوم حققنا يعني صاد ديارة ما شاء الله عليها في وزارة التجارة خرجنا من عملية دائما واردات من خلال هذا القانون كذلك لازم نسموه اليوم نسموه مسميتها القانون هذا مليح لانه وعليه راحين نحاربوا الدخلاء على وزارة التجارة الناس اللي يعني تستعمل يعني لسجل تجاري للكيرة وتستعمل يعني الاغراض بشك يتسيء يعني للمواطن ويتلعب بجوب المواطنين اليوم هذا المشروع نحاربوا به الدخلاء كذلك على وزارة التجارة ونسموه الاسباب بمسميتها فرق هناك بين التخزين هناك فرق بين الإخفاء كان هناك يعني تخزين مبرر تخزين غير مبرر وتكون هناك رقابة ردعية سواء الجماعات المحلية ولا إطارات وزارة تجارة اللي راحين يكونوا محلفين وكذلك يعني وزارة تجارة يعني من خلال تكوين إطاراتها في هذا المجال وإن شاء الله نحنا هذا القانون نحنا ما نش متفقلين به خير كثير لأنه حابين روحوا للمصالحة بين الجزائريين ونحافظوا على بعضنا البعض لكن هذا القانون جيد من أجل تطبيق وبالناس اللي تلعب بقوة جزائريين بشي يكون عبرة لمن يعتبر نخلينا نكمل معاك في هذه النقطة بالذات سيزوهير أنتم صادقتم على هذا مشروع القانون ألا ترى أن العقوبات ربما مبالغ فيها أم أنها هي عقوبات رادعة لهذا الناس وستضع حتما حدا من هذا المؤمن خلينا نقول لك صراح نبدأ لك من حيث أكملت لو أن فاطمة بنت محمد صرقت العبرة بالخواتيم هذا القانون ليس بوجه للتجار نزهة تجار الوطنيين تجار المخلصين هذا القانون من ناحية الردعية نقول بأن هذا القانون إيجابي وجاء في الوقت المناسب خاصة أن في فترة آخيرة كان هناك تذبذب في كامل الأسعار كانت نستلعب بقوة جزائري لكن الردع واجب لكننا ضد الردع تطبيقه بشكل ردعي كبير هذا القانون يوم من خلال هذه الحصة على القضية أنه نحن نبشر التجار أنه هذا القانون مخص التجار لما يخافوا شربي تجار دم ليتلعب بقوة جزائري في الأزمات أما التجار النازيه التجار الذي همه الوحيد هو الانتاج الوطني ويعني تحقيق الاكتفاء الذاتي وصد احتياجة الموت جزائري الدولة مديت له يد المساعدة وحل كامل الأبواب ونحن مع هذا القوانين الردعية لهؤلاء التجار لأنه موجه لفئة كما قلت لك ما تخافش ربي وكفى بالمؤمنين الشرقين براكلافك أستاذ زهير نولي لك أستاذة باشيرة من حيث تطبيق القوانين كيف يمكننا تطبيق هذا القانون المضاربة على أرضية الواقع لا يمكن تطبيق هذا القانون على الواقع مئة بالمئة لأن بعض التجار لا يستعملون نظام الفوترة زيد على ذلك ليمكن تعداد أماكن التخزين أو أماكن التبريد إضافة إلى ذلك لابد من مجهودات من طرف المجتمع المدني براكلافك خلينا نبقى معك متى سيكون هذا القانون ساري المفعول ويدخل حيث تنفيذ ربما التاجر لا يفهم ربما شاهد في البرلمان شاهد جلسة ربما على طريق تلفزيون قال بالليسات قوة متى يكون هذا القانون ساري المفعول ويدخل حيث تنفيذ القانون لا يكون ساري المفعول إلا بالمسادقة عليه من طرف مجلس الأمة حيث أنه تم مسادقة عليه من طرف البرلمان بالصفة الأغلبية في حين الانتظار المسادقة عليه من طرف مجلس الأمة ليبقى ساري المفعول ثم يروح الجاهدة الرسمية ثم مشروع تنفيذ براكلافك أستاذة نقول لك سيزوهير ناصري على العموم هناك الكثير يقولوا أنه كان نخدمه عن طريق الفوترة تنتهي هذه الإشكالية يعني لما نخدم الفوترة ما يقول لكوش فيها مضاربة نروح عند المصنع نكلمه باللغة العامية حتى يفهم المواطن نروح لوزين نشوف لي فاكتور تاوعه على بل لي منبع نروح لهذاك لي باع التاجر سواء تاجر الجملة نشوف لي فاكتور تاوعه نعرف لي منبع تاجر تزيئة على بل لي وراه المادة المخزنة والماد اللي ما يشبخزنة أولاً حبيت نقول لك يعني يا سي وليد أنه مشكلة المضاربة بالسلع لا يمكن القضاء عليها بالقانون نظرياً فقط احنا حبينا نقوله باللي رأي عدة شروط الفوترة الأساس من هذه الشروط الفوترة واحدة ستكون آلية إحصاء كما قلتنا احنا اليوم جزائر يعني رايح على الرقم هنا من خلال يعني التنصيب المستعال للإحصاء هناك آليات رقمية لمعرفة يعني كامل ما أنتجناه ورح المنتوج بك نتكلمه باللغة البسيطة هناك قطعات انتجية زراعية أو صناعية حبيتنا نتكلم لكم نعطيك مثال بسيط نقول لك باللي رأي الفلاح البسيط اليوم ما يتعاملش بالبون لكن مصنع كبير يعني انتج زيت انتج ساميد انتج الفارينة هذا يكون هناك تلعب ما يتعاملش بالفاتورة لماذا؟ لأنه يكون هناك تهرب ضريبي يعني الوليوتوفية ما تخلش للخزينة الحاجة الثانية الدولة اليوم مطالبة بالتطبيق القانون خاصة للمصنع الكبرى اللي تتبع عمليات الفوترة يا أخي كان هناك القانون اللي يحمي المغافلين انت اليوم رك بائع ولا شيري شريت منتوج معين أو سلعة معينة اليوم الفوترة اطلب الفوترة الفوترة اللي أنا وعليها الفوترة يوم تحميك تحميك اليوم أو غداً أمام سلطة القضاية والفوترة كما قلت لك رايح تكون آلية إحصاء لأنه ما نطبقهش الفوترة يكون هذا المشروع مشرد محاسب للنواية احنا عبين هذا المشروع نعمش بالعاطفة سي زهير يقول لك هم حقروني جو مرقبة الغشخة غلقولي جو الدرك جو الشرطة نمش بالعاطفة في حين أننا ما نمشوش في القانون بعد نشتوعية اليوم الدولة وعلى رأسها الحكومة مطالبة بتطبيق القانون لأنه القانون فوق الجميع من خلال يا سي وليد يعني الاستماع الخطاب سيد الرئيس الجمهورية يوم السبت يعني العجلة الاقتصادية لازم محاربة المشكل من جذوره وهذا ما أبداه سيد الرئيس من خلال الخطاب ته كفانة لغة شعبوية كفانة يعني يعني لا تطبيق القانون اليوم القانون يطبق على الجميع اليوم فيه إرادة سياسية اقتصادية للذهاب بالجزائر إلى تنمية وتحقيق اتفاق ذاتي وتشجيع المنتج المحلي من خلال يعني الشركات الناشئة لستارتوب فيه إعفاءات جبائية كبيرة فيه يعني فيه إعفاءات جمروكية اليوم إحنا من خلال هذا القانون الذي أسناه يعني كان هناك الرسم على القيمة المضافة بالنسبة للمواد تعتربية الحيوانات والموايش يعني عفيناها من لوتيفيا يعني هذه الدولة اليوم تشجع لإنتاج المحلي من أجل القضاء على الندرة لكن ما يقابلها هو تلاعب وكذلك طاقعص من طرف الوزارة الوصية اليوم لازم نسموه الأسباب مسميات الجزائر الجديدة التي تشفناها اليوم وأقرناها لازم نضع النقاط على الحروف لازم نلقو المشكل نعالج المشكل من جذوره نهائيا بشكي نقدره نقلعه اقتصاديا هذا القانون تعالى المضاربة الغير مشروعة قلنا وزدنا نعاوده أنه هذا القانون جاء ليوضع حد للناس اللي تتلعب بقوة الجزائريين وخاصة أي جزائريين جزائريين هم الناس البساطاء هم الناس الغلاباء خليل بسطوا الأمور لأنه وعلاه اليوم الدولة الجزائرية قلت لك فيه دعم كبير اجتماعي الدولة دائما حفظ على قوتها الاجتماعية ويجي ناس دخلاء على هذا القطاع يتلعبوا بقوتك ونحن خاصة نمرنا بأزمة كبيرة كورونا أزمة صحية هذا القانون في ظرف حساس جدا في البداية في وقته في وقته لأنه هذا الوقت نحتاج الجزائري وكما قال السيد وزير العادل من خلال إجابة تاوى لأستاذ النواب هذا القانون حنا ممكن الجزائريين نشوفوه غريب شوي علينا هذا القانون مطبق في كل دول العالم في فرنسا وإنجلترا نطبقوه كما نقول ونحن بالفرنسية بارسيال لكن يجب أن نعالج هذا المشكل مشكل اقتصادي وإن شاء الله نحن ما نروحوش للردع والجز ونخلينها في الأخير لأن هذا القانون سوف يطبق على الناس اللي يتلعبوا بقتل الجزائريين بارك الله فيك يا أستاذ زهير إذن بهذا مشاهدين نذهب بكم لفقرة الاستشارة القانونية أهلا بكم مشاهدين مجدني لفقرة الاستشارة القانونية إذن اليوم مردنا اتصال ومرسلة بخصوص إحدى حصص برنامج القضية الذي تناولنا فيه سابقا في أحد المواضع تأخر السكنات وغياب التهيئة العمرانية تجوزات في حكم القانون هنا في تلك الحلقة كان ضيفنا أحد المرقي عقاري أقلنا عفوا أحد المرقي العقاري كان ضيف الحصة وصرح أنه رسل شركة المياه والتطهير للجزائر سيال منذ سنة 2016 ومقامة سركة سيال بإدخال ماء إلى غاية هذه السنة نسمع التصريح ثم نعود الأسباب أنا عندي دي جي ستيف أنا مثلا المشروع تاعي تاعي عندي رسلت مثلا مشروع كان كامل في 2017 يعني قريبا كامل مثلا دي ماندي تسيال بش دولي البرانشمون بال2016 ونا دي ماندي في السيال بش دولي البرانشمون بتاع الريزيدانس برانشاولي في 2020 2021 عندي بلي رابور بكلش يعني كتاب يعني أربع سنوات أربع سنوات غير بش برانشاولي الماء هذا إذا المشاهدين إذا المشاهدين استمعنا للتصريح المراقي العقاري بلال حاج أحمد وقلنا أنه وردنا اتصال عبر مركز الأثير للإصغاء وأيضا مراسل من طرف شركة سيال تنفي كليا هذا التصريح نتابع البيان المرسل والظاهر في الشاشة من شركة سيال لتقول أنه هذا المراقي العقاري تم وضع ملفه في تاريخ 14 أكتوبر 2021 وليس قبل أربع سنوات لذلك يظهر كل شيء على الشاشة قالت أنه المراقي العقاري تقدم يوم 14 أكتوبر 2021 الماضي وقدم نموذج طلب العدادات وإلى يومنا هذا لم يقم بتسديد حقوق توصيل العدادات وبناء على ذكر السالف فإن الإجراء لم يستوفي الشروط والمراحل اللازمة لتحقيق الطلب علما أنه من حق كل زبون إداع طلب توصيل لكن عمل التوصيل لا تتم إلا بعد تسديد حقوق التوصيل هذا إذن كان رد شركة السيال ويبقى برنامج القضية هو منبر لكل انشغالات المواطنين وحتى المؤسسات سواء خاصة أو العمومية وانشغالاتكم واستفساراتكم القانونية ككلمة أخيرة سيدتي شكرك على الاستضافة العفو سي صغير هناك قاعدة قانونية حابتنا نقول هو لا يعذر بجاه القانون حابتنا نقول يعني الناس خلال هذا المشروع أنه الناس يتروح للفوترة وتسهل عملية سواء للجمعات المحلية أو للرقابة في وزارة تجارة من أجل مساعدة الجميع ومن أجل الاستقرار الأسعار في السوق الجزائر اليوم محتاجة لكامل القطاعات محتاجة لكامل أولادها نحن اليوم نشوفوا وثبة اقتصادية في هذه الجزائر نحن كبرلمانيين كمشرعينيون في برنامي الجزائر الجديدة سنكون سلطة رقابية للحكومة من أجل تطبيق كل قوانين على الواقع وكذلك سوف نكون سند المواطن البسيط وكذلك سند المظلوم من أجل تطبيق القانون على الجميع وإن شاء الله القدم أحلى الجزائر برقابة فيك سيدي الكريم إذن بيادة مشاهدين نصل بكم إلى نهاية عدد حلقة اليوم دومتم أوفية لنا السلام عليكم